اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكو ايجب شين جامل زو قولت معاكم احمود بيبو وحلقة جديدة واخيرا جيفاوي. جيفاوي ناس كتير قاتلتي ان هي عايزة تعمل جيفاوي وعايزين يحتفلوا بالعيد بقى ويحتفلوا بحاجات كتير. النهاردة عندنا جيفاوي وهنشرح ايه اللي احنا هنعمل له جيفاوي طبعا ان يمكن نزلنا بوسته قبل كده ولكن في ناس كتير مش شفتوش. عايزين كتيروش على ديسكورد. تيبو تعليق على الفيديو ده. وان شاء الله يوم تاعته عشرين ابريل هنعلن الفايز بتاع اه الجيفاوي. اه طبعا نفكركم هدفنا طبعا ان احنا نوصل لخمات تلاف مشترك ان شاء الله نبقى نعمل ساعتها تانية النهاردة بمناسبة التلت تلاف مشترك يلا بينا نشوف ايه الجايزة وايه الجيفاوي. طبعا اكيد هي اكتر حاجة متابعة في القناة وهو ده الجيفاوي. الجيفاوي زي ما انت شايفين خريطة اه او حساب كامل هنشوف مفتوح يمكن في المنطقة بتاعة المياه العميقة. خلاص اريدي اتفتحت. اه في طبعا كل المنطقة الشمالية والمنطقة الفي النص والمنطقة الجانوبية يمكن لسه حتى مش داخل في تحالف ولكن اه هو احد اعضاء التحالف اللي عندنا. او كان احد اعضاء احد اعضاء التحالف عندنا هو عمر اه محمد. اه باش مانسوا عمر طبعا اه انا متضايق طبعا وانا بعمل الفيديو ده ان هو بطل يرعب. تمام? اه ولكن اه هو الاسف بقاله فترة كبيرة ما بلعبش. اه ربط اه الحساب يمكن ان هو عامل شخصية شكلها اجنبي خالص. اه فنقدر نسمي نغير الاسم ونقدر بعد كده نشوف الحاجات اللي جواه الحساب. اه عمر لاسف بطل يرعب. بقاله فترة كبيرة ما بيرعبش. وقرر ان هو يربط حسابه بايميل جديد. وبعد ما ربطه الدهوني وقال له قال لي اعمل عليك فوي لحد من الناس ياخده يستخدمه لان الحساب هو اه يعني تعب فيه كتير جدا. واعيس حد ياخده يلعب به. زي ما انتم شايفين ده الحساب وده البيت. خلينا بس ناكل الاول عشان الاكل زي ما انتم شايفين كده. اه الواحد كان بقالي كتير يمكن من ساعة مع عمر دخل حاولت اه يعني مش زبط حبة حاجات في الحساب. ولكن عملت في حبة حاجات كده عشان اه ما اتروحش. الحاجات مسلا اللي في سندول بريد الحاجات دي اه برضو دخلت حاولت اجمع شوية اه اه من البيت الملون فيه. ازا ما انتم شايفين كده. اه الصحة اه ١٨٤ فالحساب اه هو الحساب آآ مية و ١٣ عنده الحصان عنده العربية. آآ البيت نفسه متقسم كويس جدا. آآ هنبص برضو على البيت و هنبص على الحاجات اللي موجودة جوه السنديق وجوه المخازن. عشان الناس برضو تعرف ان الحساب قوي جدا يعني آآ برضو عشان الناس بتكتير بتقول يعني آآ لما الناس بتاتتكلمنا لا تقول لنا عندي انا يعني انا نفسي افقى في حساب زي حسابك او مفيش حساب زي حسابك. الحساب ده حساب بتاع عمر احسن من حسابي. اقوى من حسابي والبيت اقوى من حسابي والحاجات اللي موجودة معاها اقوى من الحاجات اللي معاها. عشان بس الناس تبقى اه يعني ما تقولش ان الجيفة واي ضعيفة ولا حاجة. ده اقوى من حساب بتاعي. زي ما انتم شايفين البيت متقسم كويس جدا. اه معمول كويس جدا. عمر يمكن ما يقوي كل الحاجات اللي برة او كل حوقت اللي برة. ده مش عرض البيت بتاع عمر. ده عرض للبيت اللي هي يعني احنا مش عافين بقى هيبقى بتعملين بعد كده هنعمل السحب ان شاء الله ونبقى نشوف مين اللي هيكسبه. آآ زي ما نشافين البيت يمكن مخازن كلها موجودة في النص. آآ الورش موجودة برا. ما يمكن ما فيش حاجة مش مبنية يمكن الحاجات اللي مش مبنية بقى الزراعة والفيلد المجال بتاع الزراعة. يمكن هو ما عملتش الحاجات دي. ويمكن كمان البيت بتاع الحيونات القريفة برضو ما عملوش. عشان كده انا بقولك هو بقى له فترة كبيرة ما بيلعبش. ويمكن عشان كده هو آآ قال حد ياخد الحساب يستفيد بيه. يعني يلعب ويستمتع. وخصوصا انه حساب فيه حاجات آآ قوية جدا وهنشوف يمكن الحاجات اللي موجودة فيه. آآ ولكن هو ده الهدف آآ من عمر طبعا احنا بنذكر عمر. وآآ بنقول له يعني احنا زعلانين نتا بتلعبش. لان عمر يمكن واحد من الناس اللي بنوا التحالف يمكن اكتر حد آآ كان هو آآ ريناد آآ كاتيوشا بقى كان هما الاتنين يمكن اكتر اتنين. طبعا كل الناس ساعدت ولكن اكتر اتنين كانوا بيتبرعوا. يمكن كان عمر وكان آآ ريناد. طبعا بقى وجهلوهم التحية. بقى لكتير ما ما يعني هما الاتنين بطلوا يلعبوا للأسف. آآ ولكن آآ خلونا نبص على الحساب ونشوف آآ الناس هل هتستمتع به. وهل الناس فعلا آآ اللي هياخدوا الحساب ده هي يعني هيبقى جيفة وي محترم ولا لأ. زي ما انتم شايفين فيه سكر فيه الحصان آآ موجود. آآ العربة موجودة طبعا فيه هنا آآ برضو آآ شنطتين يمكن دور كانوا حصل جليتش كده وحبانينا آآ سنديق وجات السنديق اتشالت. فما قيتش تقدر تحط حاجة جوه الحقائب دي. ولكن الحاجة اللي موجودة متخزنة جوه. فاحنا لسه زي ما هي موجودة ويمكن حاجات الحصان موجودة كتير زي ما انتم شايفين السرج في التخزين تسعتاشر. آآ اللي جام تمنتاشر. يعني الحاجات موجودة بكسرة. آآ محور عربة الحصان كده كده عربة الحصان اصلا. آآ يعني آآ اللي اعلى ليفل. او اللي اعلى مستوى فيها. فانتم كنتم مش محتاجين حاجة في العربة في التطوير ممكن تبقوا تغيروهم. هنا دي لوحة المهمات. آآ طبعا هنا ده برج الحمام. آآ اخبار من كارماج. آآ وطبعا في الورش موجودة والمخازن. طبعا احنا يهمنا جدا آآ المخازن طبعا هنا برضو عامل شكل جمالي ديكور وحاطت ديكورات وحاطت هنا الحاجات اللي موجودة. آآ الورش موجودة برا. يعني المخازن دي ممكن تقريبا هي اللي موجودة في النص. آآ طبعا ناخد بالنا ان السنديق آآ اللي موجودة برضو السنديق موجودة في النص والبيت نفسه. آآ يعني دخوله وخروجه عن طريق مجموعة من الابواب وراء بعض. فدي برضو هنبص عليكم. ولكن خلونا نروح نبص على ايه الحاجات اللي موجودة جوة آآ البيت. طبعا هنا زي ما قلنا المخازن المخفوشات موجودة. المشاريع يمكن خلونا بس ننقل دي كده عشان مش باينة برضو الحاجات الدكورات اللي موجودة جوة آآ زي مسلا الدب الاسود المقتول الاعلى الارض آآ هنا برضو العربة بالحصان مابوا برضو عشان الناس تبقى عارفة ان هي آآ الى اعلى مستوى. فبردو آآ يعني الناس مش خلو محتاجة ان هي تطور في حاجة ومحتاجين بقى يعملوا المهمات اللي في الاول بس. او مش المهمات اللي في الاول يعني المهمات اللي هو آآ عمر ما عمل لهايش بقى من ساعة مبطل. يلعب خلينا نبص كده على الحاجة طبعا الورش والحاجات اللي موجودة زي ما انتم شايفين كده يمكن اغلبها آآ فيها اعتاد آآ يمكن في حاجات كتير موجود فيها العتاد آآ تلات آآ تلات حاجات من العتاد فالورش قردي برضو آآ جاهزة يعني آآ برضو محتاجة يعني مسلا البقر هنا هو اللي محتاج مسلا عتاد ولكن بقيت الحاجات يمكن آآ مش محتاجة قوي يمكن ده يعني صراحة العدسات دي مهمة جدا ولكن مش في مكانها يعني مكانها هنا غلط يعني هو بيعمل مستوى اعلى من مستوى كده كده اصلا موجودة في النجارة فمنهاش دعوه ولكن خلونا نبص بقى على الحاجات المهمة يعني الحاجات اللي الناس عايزينها احنا كده كده خلاص هو احنا عارفين ان هو مستوى مية تلاتاشر فاكيد بيعمل مساهل مسلا كل الورش او زي ما تشايفين مستوى خمسة يمكن من ضد الزراعة يمكن اللي اتنين بتوع آآ دول المهمتين يمكن اللي ما تعملوش وهنشوف برضو المهمات اللي لسه موجودة عند عمر ولكن خلونا نبص على الاسلحة مستوى من خطة اتنين قوس مدعوم تسعة وعشرين قوس هندي قوس طويل قوس الاباتشي قوس المركب خمسة وخمسين وقوس ملحاني سبعة واربعين يعني بيدرب كونسومات اتنين وتلاتين تضرب بتاعه طبعا من الحاجات القوية جدا برضو اللي موجودة لو حد عنده مهمة حاب يلعبها بيقاسهم هيقدر يلعبها عندنا ايه تاني نقدر هنبص عليه آآ الاسلحة برضو في هنا في الحدادة طبعا مش هنبص على الاسلحة اللي فوق خلاص يوم مستوى اربعين طبعا الناس بتاقي تبص بقى على الحاجة السفل انجليزي مستوى اتناشر صبر الجيش مستوى اتنين وطبعا ده مني الحاجات للملحمية ولكن مش قوي قوي برضو آآ صبر الشرطة ده صبر الشرطة عشان فيه صبر الجيش التاني هو اللي آآ ما يمكن اقوى شوية وزي ما نشافين صف الضابط مستوى تلاتاشر الضرب بتاعه الف واحد واربعين بنقدر نصنعه جوه الحساب فيه طبعا آآ ده طبعا من اقوى الاسلحة اللي موجودة في اللعبة وآآ كمان فيه سكين الجيش اهو آآ سبعمية وتمانية ده ملحمي وصبر الجيش اهو الف مية وخمستاشر مستوى اتنين ولكن ده محتاج آآ يمكن آآ جلود ملحمية آآ او مطاط عشان نقدر نصنعه المطاط اهو محتاج اربعة مطاط ولكن يعني الى حد ما المطاط طبعا الناس بتبص على الارقام اللي تحت وتتخذ تعجل دي سوى الحاجات دي ولكن خلونا ايه واحدة واحدة هنبرعي لكم برضو الحاجات اللي موجودة آآ في تاني عندنا ورش الدروعة خلونا ورش الدروعة والاسلحة خلونا نبص على الدروعة الاول تمام عشان برضو انا عارف الناس هتبقى هحبى الاسلحة طبعا هنا الطائم طبعا بتاع الفرق كله مستويات عالية زي ما انتم شايفين آآ يمكن القبعات الشتوية برضو آآ مستوات آآ كلها فوق آآ عالية قبعة فرق고 الدب تمام مستوى الخطة التلاتة آآ يمكن انا ما عنديش كل التأم ده اللسراويل فرقو الدب مستوى الخطة التسعة واهزية فرقو الدب مستوى خطة ستة هت stagger مستوى تمانية آآ بعد كده يمكن في قبعة الحارس معتف الحارس بما سquila يمكن الاطقم كلها موجودة الحمد لله وموجودة يمكن بمستويات عالية. مستويات قبعة حمل السلاحة هو مستوى من خطة حداشر. السطرة اتناشر. السراويل تسعة. والاحزاء اتناشر. فبرضو دي من الحاجات القويسة جدا. المعطف مطاطي يمكن. الحالات المالحامية هي اللي ممكن تبقى ليلة شوية. ودي احزاء مطاطية. نائب المأمور برضو. الطاقم كله موجود. مستوى من خطة اربعة واربعين. اتنين وخمسين. السطرة. البنتال خمسة وسبعين. والحزاء بالرقبة خمسة واربعين. يمكن مستوى تخد صراحة يا عمر. يعني الواحد برضو كان بيلعب بحاجات غريبة. قبعة مقاطل مستوى واحد واربعين. تمام برضو من القوية وبرضو الاطم موجودة كلها. المعطف اربعة واربعين. والسروال تاعتة واربعين. وحزاء المقاطل تمانية وتلاتين. قبعة الشريف موجودة يمكن الطاقم كله بتاع الشريف برضو موجود. قبعة مستوى سبعة. وبرضو هنا اه ناخد بنا ان ده من الحاجات الندرة. اه وفي كمان مستوى سبعة. السروال مستوى تمانية. والاحزاء مستوى تسعة. وفيه طبعا عندنا هنا الطاقم المعزز بالكامل موجود. قبعة معززة مستوى واحد. اه والمعطف والسروال مستوى تلاتة والاحزاء مستوى اتنين. وطبعا كلهم بيزودوا الصحة. فان اخد بنا ان دول اصلا الطاقم زي ما تشايفين كده. الصحة بتاعته بالزيد جدا لو حد عمل. يعني اخد بنا هو محتاج مطاط كتير. ولكن اه يعني اعتقد ان الحساب هيخلي حد يقدر يجيب دهب ويقدر يعني يستمتع بالحساب. خلي ما نبص بقى الاسلحة. والاسلحة طبعا. اه في مندقيت شارب هنا. اه مستوى عشرة. يعني الاسلحة اللي في الاول دي ما اعتقدش انه هيبقى اللي هيخد الحساب مش هيستخدم دول. عندنا هنا بقى الحاجات الاوصف الاخير اللي تحت. مستدس دورة ومستوى ده كويس جدا منشستة المستوى سبعة وستين. سبعة وستين يا رجل. وطبعا عندنا اه كمان الممتطي الحسان اربعة وخمسين مستوى المخطط تلاتة وخمسين اتنين. ولكن الصف اللي تحت هو ده المهم. هو ده اللي الناس بتدهر عليه. يعني الصف اللي تحت. ده طبعا هايل جدا. تمام? يعني ده هايل جدا. عندنا مستوى المخطط تلات تاشر. تمام? الف امتين ستة وتسعين. ده الضرر بتاعه. مستوى المخطط انت هتقدر تصنعه تلات عشر. بندوقية الخندق مستوى تلاتة. وبنا فكر ان بندوقية الخندق هيها اللي كتعاملها مشكلة العمر ما كتشعرف يكملها. منشستر اهي. مستوى المخطط خمسة. فاحنا عندنا الخندق ومنشستر وسكوفلد ومنشستر وسكوفلد اه كاملين. الخندق هي الا لسه. وكلت اهو محمي مستوى اتنين. الضرر بتاعه الف امتين. ولكن محتاج الاجزاء الصناعية طبعا دول كده يمكن اه الخندق هي اللي كتعاملها مشكلة لعمر فعلا انا فكر كان بيقول لان انا عايز اوصل الخندق الخمسة عايز اوصل الخندق الخمسة وما كانتش عارف يوصل الخندق الخمسة. بس ده كده يمكن بصنا على بقية الورش يمكن كل الورش فيها احتاج كل الورش موجود فيها حاجات آآ كويسة. آآ خلونا ناخد سماري الصبار وصف الضابط اهو وريدي معنا وسكوفلد اهو يمكن حتى مش اعلى مستويات ولكن آآ حاجات موجودة مع عمر طبعا البيض ومعرض الحلوة والحاجات دي انا دخلت بس كده بصيب بصة بعد مع عمر آآ ما اعتقدش يعني ان اللي هياخد هيبقى مهتم بالموضوع ده قوي لان بتالع بلا ما ندهاله او نديله الحساب هيبقى يوم بتعاتة وعشرين ابريل واحنا العيد الفص نفسه او عيد الربيع هيخلص يوم او اربعة وعشرين فمش هي الحق او يجمع ولكن يبقى ساعاتهم يبقى يبص على الحاجة اللي معاه بقى يبص آآ يشوف ايه اللي موجود خلونا نبص بقى على المخازن ان حاس يمكن تمانين بس آآ الاصدير واحد وخمسين النيكل ربعمية تمانية وخمسين واحدة نيكل يعني انتم متخينين الارقام آآ تغض شوية مكعب روخامي تسعة بس آآ ولكن مكعب جرانيت ربعمية وتسعين ده طبعا لانه عمر عالى مستويات البيت ويمكن بقت اخوة ويمكن المخزن هنا فاضي ولكن فيه اكيد موجود في حتاة تانية فاحنا بقى دي مهمة اللي هيخد الحساب يبتدي يجمع هنا برضو الخشب مش موجود تماما لوح السرو الف تلتمية خمسة وستين لوح في التقزين موجودين معنا موجودين جوه الاماكن اللي هو هدردار يمكن واحد وخمسين القايق قبل اربعة وتمانين البلوت خمسة وتسعين والسرو نفسه موجود في سبعة وخمسة وناخد بدنا برضو ان في حاجات فيه سندول بريد فعشان برضو هناخد حد الوقود هنا يمكن معنا تمنمية وسبعتاشر من الفحم ده يمكن الفحم ده سبعة وتلاتين الفحم مستوى واحد والفحم مستوى اتنين اي كلام الفحم ممكن مستوى تلاتة هو الكمية ضخمة نبص هنا على الحاجات اللي هو ايه هو مش عايز ليه مش عايز ليه انا طبعا بدوس زي ما انتم شايفين الايد اعملت دوس هيه بس اه مش عارف هو في حاجة طب طبعا هنا هو عمر قافل الحاجات دي مش حاطط لها باب فهو حاططها جوة حاجة ولكن احنا نقدر نطلعها ولكن محتاجة اردام الجرانيت لان هي مستوى همسة فاحنا ممكن نحطها بعيد كده او يعني مش عارف تعالوا نحطها بس اللي فهم مكانها كده خليها بصها نحيتي عشان نقدر نبص عليها فعلا نبص كده نقدر نبص عليها الحلي موقع مخزوم الطريق زي ما انتم شايفين حداشر فيه طبعا حلقات برونزية كتير فيه حلقات فضية كتير فيه خواتم زي ما انتم شايفين فيه طبعا التكريمات دي خلاص بقى التكريمات دي هتختفي مع التحديث الجاي هنعمل لكم فيديو برضو نبص فيه على كهف الارواح كده قبل ما يتغير عندنا مخلب ونبتقي نحط بقى السنان بتاعت الزب اجزاك باخيرة يمكن او انا مش عارف هو مجمع ليه كمية كبيرة كده وانا مش فاهم برضو هل هو اه كان عملها ولا لأ بس انا بتاقل ان هو فتح المنطقة التانية اه لان هو السفينة كاملة مش عارف خلينا بقى نروح نبص كده هل السفينة كملت ولا لأ لان انا شايف الخريطة ظاهرة بعدها فمعنى كده ان هو عد النحى التانية اه يمكن برضو في حاجات بحبة حاجات موجودة هنا في السندوق البريد عشان برضو اللي ياخد الحاجة يبتدي يبص عليها يمكن الحاجات اللي تحت ده وخاتف فضي وحلقة برونزية والجزية والحاجات دي بتاعة اللي دي يعبر لما ندي الحساب للناس اعتقد ان هيكونوا اختفوا هلنبص هنا برضو على الغزاء زي ما انتو شايفين يمكن في سكر كويس مية تمانية وعشرين مش كمية ضخمة قوي ولكن فيه تلتمية خمسة وعشرين واحدة سمك يعني تقدروا تصدحوا زي ما انتو عايزين عند الراجع بتاع السمك مية خمسة وعشرين مراحقة فيه حم وفيه برضو اه يمكن مفيش اكل كتير الصراحة عند عمر ولكن يعني ما الاكل هيبقى سهل انه يجوا يمكن العلاجات برضو كميات ضخمة موجودة مية واربعة من دهان الشفاء الهندي ومرها من التجديد خمسمائة وسبعة فيه حابة حاجات تانية زي الجرعات يمكن للدماضة الجريسرول متين وتسعة برضو من الكميات الضخمة اه الديناميت مية ستة وستين اه وفيه حابة برضو علاجات للحيونات انا مش عارفه عمل ليه علاج للحيونات رغم اه انه اصلا ما عملتش بيت الحيونات فيعني دي برضو هتبقى مهمة هيروحد اه او هو سايب برضو احتياطات للناس اللي هتيجي تاخد الحساب اه فيه هنا يمكن برضو عنده لبس هندي كتير وناخد بنا ان لبس هندي السحر بتاعه عالي جدا اه زي ما انتو شايفين سحر عشرين وتسعتاشر وحاجات كده اه طبعا ملحص بيت خمسلاشر اه هنا برضو في حاجات سحر تاتة وعشرين اهي روح تلاتين بتديك تلاتين للروح فطبع برضو اللبس الهندي اه طبعا مشكلة اللبس الهندي ان هو بيتصلح مسابك بس اه اعتقد لو هيتصلح اه في لبس هندي كتير في لبس برضو هنا من اللي موجود يمكن مجموعة كويسة من الملابس او الضروع اللي موجودة اه وفيه كمان الحقائق يمكن الحقيقة بتاعت النائب والحقيقة بتاعت اه جانجو يمكن كانت برضو موجودة اه في اه حدث من الاحداث زي ما انتو شايفين فيه يمكن طقم الشريف وانا مش عارف لي انا مش لابس طقم الشريف يعني مفروض دعيب يعني نبقى بنعرض هذا الحساب الهيل وما يبقاش معانا طقم الشريف احنا هنربس طقم الشريف عشان يعني برضو احتراما اه ليه اه الحساب خلونا برضو نبص هنا اه الحاجات اللي موجودة ونربسه بقى طقم محترم يعني اه عشان نبص فاضل كده القطبعة خلنا نبص على القطبعات فوق اه مش كده طقم الشريف اهو اه بقى معانا زي ما انتو شايفين ده لناخده يمكن الحزاء يمكن اه عايزة تصال الله صحيح ولكن يعني كويس والله احنا مفروض نصلح اصلا الاسلحة دي عشان برضو الناس تبقى فاهمة ان الورش التسليح احنا اوه اصلا هم انا دخل صلح اسكوفلد لقيت اه هم عنده الزلم من الصلب دي يمكن اسكوفلد بياخد اه اربعة اه الخندق بتاخد اتنين بس خلينا نصلح الخندق دي هتلاقوها موجودة بقى عندكم ونسيب ده هنا تمام هيبقى تصلح بقى اللي هيجي اخد الحساب بعد كده جماعة يبقى يصلح الحاجة اللي موجودة معلش الزلم من الصلب يمكن معناش ومعناش اصلا اه برضو اه اه صلب خام معناش حديد يعني برضو عشان الناس تبقى فاهمة في حاجات موجودة يعني حديد معناش حديد نبتدي بس اه اللي هياخد الحساب بقى يبتدي بقى يروح جماعة حديد براخته مع لبس شته ومعها كل حاجة هنبتدي نشوف الحاجة اللي موجودة هنا دي نقدر اه نصلحها اه ازاي اه كمان بقى هنا نبص على الاسلحة اه زي ما تشافين فيه ورضو اسلحة هندية كويسة جدا اه موجودة اه يعني اه اه من كهف الارواح طبعا وفي حاجات هنا برضو اللي بتيجي فيه سولغان شائك اه في حاجات برضو من الاحداث اللي فاتت ولكن صرف الزابط هو داي يمكن اللي هم منها زي ما تشافين معنا كمية كبيرة جدا من صرف الزابط مستوى خمسة ومستوى سبعة. اه ويه اه ده هرس الجمجم هرس الجمجم ده كان برضو في حدث فيه عندنا هنا برضو سكوفيلد هو اكتر من سكوفيلد مستوى مخطط ستة. اه ده مستوى مخطط تمانية ده اعلى. اه وانشستر يعايز تتصلح اه فيه برضو اه منطقة الخنطة ومنطقة الزكرة يمكن موجودة. معندوش هنا يمكن معاول كتير. برضو مهمة للراجل اللي هيجي اخد الحساب بعد كده يبص على الحاجة اللي موجودة. خلينا نروح نكمل آآ طبعا يعني احنا شفنا التمن مخزنين اللي برة. فاضل عندنا مخزنين جوه. ومعاهم الاربعتاشر آآ الصندوق. تمام? والحاجات اللي جوة دي فيها يعني مش عايز اقولو خائرات عامل ازاي. طبعا انت شفتو الخشب شفتو الحاجات التانية. ولكن الحاجات اللي في قلب يمكن هو آآ عمر ده من التصميم التصميم تا البيت كويس في النقطة دي. في ان آآ كل حاجة متخزنة في النص. خلقا احنا نبص على القماش وزي ما انتم شايفين كده جلد بمتاز ما عندناش كتير. اه قماش قطني ما عندناش برضو كمة كبيرة. آآ ولكن عندنا جلد سميك اربعة وتمانين. عندنا جلد تقيل سبعمية اربعة وتمانين واحدة. طبعا كمية ضخمة جدا. الحبل مش كتير قوي. مش يمكن حبل القطني هو اللي موجود كتير. حبل منسوق قنب ربعمية وتسعة. حبل الكتان يمكن ولفت النسيج القطن ولفت نسيج التانية وتلاتين. لفت نسيج القنب خمسمية ويه سبعة طب طبعا. الارقام آآ بالنسبة لناس كتير الارقام تخد. ولكن آآ هو يعني. الحاجات اللي هو بيقدر يستخدمها يمكن عنده منها كميات كبيرة. آآ خلينا نبص هنا على المعادن والمعادن برضو آآ سبيكة بروندز يمكن تسعتاشر. ما عندناش طريب خامي. احنا شفنا آآ مزيج الاسلحة تسعتاشر آآ خليط المعادن اربعة واربعين للصفيحة. آآ في عندنا برضو الاجزاء قطع سلاح البروندزية. ما عندناش يمكن من طبقة اتنين. ما عندنا من من اول طبقة آآ عفوا من طبقة ما عندناش طبقة واحد عندنا من طبقة اتنين خمسة وعشرين من طبقة اتنين خمسة وعشرين من طبقة تلاتة. وعندنا كمان آآ اتنين وتمانين من طبقة اربعة ولكن المميز طبقة خمسة ربعمية تسعة وعشرين. يعني الرجل اللي هياخد الحساب هيبقى عنده مقام من نفسه. الواد بروندزية موجودة. يمكن انا الزورة من الصلبة هو ابتدى يتصنع الاتنين اللي احنا قدرنا نصنعهم. وعندنا الواد مطلب انه كان لابرعه تلاتين. هنحتاج مسامير وهنحتاج حاجات طبعا عشان آآ اللي يقدر يكمل آآ بعد كده او اللي هيبتدي ينفذ الحاجات اللي عنده بعد كده. خلونا نبص على السنديق. السنديق زي ما تشايفين خامل كوروماية الف خمسة وعشرين. آآ يمكن عندنا خامل ديكة زي ما قلنا ربعمية تمانية خمسين شفناه قبل كده وعندنا لوح لوح الصرو الف تلاتمية تلاتة وستين طبعا كمية كبيرة جدا من الصرو. يمكن حاجة موجودة في السنديق فمهمة برضو من مهمات الراجل انه اللي هياخد الحساب انه يبتدي لجب معهم تاني. آآ هنا برضو في حبة حاجات آآ مختلفة. آآ يعني حاجات الى حد المية طبعا السنديق كلها مرفوعة الى مستوى آآ ستة. آآ في حاجات يمكن موجودة كبريت مش موجود كتير. آآ في حبة حاجات هندية عايزة تصلح ولكن سحر خمسة وعشرين في حاجات قوية جدا. آآ طبعا لو حد مش محتاجها وحب يرميها يبقى يرميها طبعا براحته. لسه هنا بنكمل في كميات كبيرة كميات كبيرة روح السر وكميات كبيرة طبعا عمش عايف ليه هم محطوطين في السنديق ليه مش محطوطين في المخازن بتاعتهم. يمكن بتاقي اللي هتلاقي المخازن مش هتقدر تستحمل الكميات دي كلها فكده كده انت هتحط في السنديق آآ هنا برضو لسه هنا الجرانيت يمكن اغلبه موجود هنا آآ كده احنا مكملين السنديق هنا ده يمكن كله خشب كله صاره ماشي يعني الصندوق بالكامل في خشب صاره آآ هنا برضو الصندوق ده بالكامل فيه خشب وفيه يمكن آآ هنا لحب اللوت وفيه امبوبرت شائع وهي آآ انا مبيع دي دي يمكن آآ كانت موجودة في الحساب آآ ما تجوا نفتح امبوبرت شائع آآ ايه رأيكم طالع روم حاجة المقلوف يالله اي خدمة اللي خده وصلنا على درجة تحدادة تلاتة يعني يالله طبعا هو مستوى المخطط عشرين فهو ملوش هزمه ولا حاجة كان ممكن اتفرج على الاعلان وغيره ولكن يعني آآ اللي هيهود الحساب بي بسميه نبقى في دي وفيه طبعا سبان معدني هنا نقول للحاجات دي الحاجات دي يعني انا اللي حطيتها هنا جلدة ايه اللي يمكن موجود جلد السميك موجود الحاجات بتاعت السماد والحاجات بتاعت الحبوب يمكن انا حطيتها في السنديق آآ عمر يمكن مكانش حطيتها كانت موجودة في السندوق للبريد ولكن انا حطيتهم هنا زي ما تشايفين فيه يمكن ببونج الماني ربعمية اربعة وعشرين واحدة مفيش كابليت كتير آآ فيه سارو في حبة يعني السنة دي مش منظمة قوي آآ برضو دي مهمة من المهمات اللي هتعمل في حبة اسلحة هنا عايزة تصلح في هنا برضو انابيب عادية وانبيب آآ برضو انبوبتين هنا كانوا موجودين في انياب الزق آآ في برضو هنا حبة آآ احزية من المقايا الهندي آآ احزية الشرف برضو دي عايزة تتصلح خلونا نحط هنا آآ المخططات يبقى دي بقى كده هدية برضو مع الحساب كده محبة مخططات الراجل اللي هيفتح يبتدي يفتحهم ويشوف ايه اللي فيهم هنا يمكن بقيت جلد التقيل وايه لف التنسيق القنب هنا برضو كمية كبيرة جدا ولف التنسيق التام موجودة برضو آآ هنا يمكن اهو دي الحبوب يمكن الحبوب طبعا بما ان كده كده عمر كان مبطل يلعب فلما جم غيروا وادوا له الحبوب كلها على صندوق البريد فانا خدتها حطيتها هنا بحيس ان برضو اللي هيقدر يجي استخدمها يقدر آآ ياخدها دي برضو حابة حاجات من اللي كانت موجودة لما برضو آآ موجودة في صندوق البريد ولكن انا خفت عليها ان هي تتشار من صندوق البريد فاجبتها هنا ده برضو صندوق يمكن في حابة حاجات حابة لبسة على حابة اسلحة على حابة حاجات عايزة آآ تتفكك او آآ حاجات مش مهمة او كده يمكن احنا شوفنا آآ الحساب تقريبا كامل شوفنا الحاجات اللي موجودة في الحساب طبعا البيت آآ تنظيم كويس جدا زي ما انتم شايفين يمكن الببان يمكن كلها ورا بعض فانت بتدخل من اي باب او تخرج من اي باب الببان يمكن في الجناب هنا ما فيش ببان آآ في الجناب ممكن بحد بقى يزود يشير حتهم من هنا ويزود الابواب عشان لو عايز يخرج من هنا ولكن في في الاربع جوانب في ببان على طول تخرج برا وفي في الجناب في آآ ببان تدخلك من الجنب زي ما انتم شافين كده واحد 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 تقش في جنب القريطة فتصمير البيت نفسه حلو جدا ولكن طبعا هيبقى في آآ مهمة كده طبعا عندنا هنا ولد طفل وخنزير كاتسيدي آآ المهم اي يعني الهاء يعني كان ممكن اشتره لكم واخله لكم ولكن بس يعني هو مش مفيدة قوي آآ سدقون يعني القطة حتى حتى القطة باسمها خنزير يعني حتى مستمين القطة خنزير فمنهاش لازمة وكمان الحاجات الموجودة دي مانهاش مش مفيدة خالص ولا حتى لحد جديد ولا حد قديم يعني انا اشتريتها يمكن وردها لكم قبل كده في الفيديو من الفيديوهات آآ مش مفيدة قوي ولكن احنا بنبص برضو هنا بص اخيرة على البيت زي ما انتم شايفين يمكن البيت متأمن كويس جدا هتبقى فيه مهمة عند اللي هياخد الحساب انه يبتدي يفضي اماكن عشان يبتدي يبني المباني او يبتدي بقى يخش آآ بالحساب القوي ده في اي تحالف آآ طبعا بتاقي اي تحالف هيقبل حد قوي شخصية آآ مية وتلات اشر ويبتدي يكمل الدهب عشان يبتدي يكمل آآ الاراضي يمكن او يبتدي يكمل المهمات اللي عنده خلينا نروح نبص على حابة حاجات تانية يمكن كان برضو في وسط الحساب كان في حاجات مخطوطة آآ او متشالة في آآ كاف الارواح ولكن انا رحت خدتها آآ سبت يمكن الحاجات اللي هناك ولكن في حاجات موجودة في تمرية الترجاية خلينا نروح نبص عليها آآ اعتقد ان لو ليها مكان ونقدر ناخدها معنا نقدر ناخدها معنا طبعا العربية برضو عمر كان سايبها في مكان تاني كان بيجمع منها الموارد فرجعتها انا البيت صرفت يعني حبة سكر ولكن يعني كلها في الارقام البسيطة زي ما تشايفين كده ده مسلا هنا نعرف من على الخريطة نعرف ان ده في حاجات زي ما تشايفين كده فيه يمكن آآ علاجات في مرهم تجديد اهو فيه آآ تلات آآ بناطير خلينا ناخدهم ونشوف بقيتر حاجات يمكن ده مفوش حاجة اللي فوق برضه مفوش حاجة طبعا باين ان هو مفوش حاجة بدان فاضي كده يبقى مفوش حاجة شفتوا لما خدنا التلات حاجات دي فيها ولكن ده في ده في حاجات كتير جدا مترقق قبيلة جلدية سحر تهتاشر آآ جلدية آآ عفهم جلدية ايه آآ جلدية آآ سحر آآ مش عارف بتاني مفيش حاجة تاني خلينا نكمل ناخد بقية اللبس الشتو يبقى معنا برضو بحيث ان الرجل اللي هيجي اخد الحساب اقول اللي هنددله حساب طبعا هنددله الايميل وهنددله الباسورد وهو بقى يخش غير الباسورد وبراخته آآ بقية الحاجات دي هنكوية مش محتاجة حتى لو تشارك مش مهم كده برضو من وسط الحاجات اللي موجودة في آآ الجليد خلينا برضو نروح نبص على حاجة تانية خلينا نروح نبص على آآ بقية الاماكن اللي موجودة مسلا في آآ القبيلة الهندية تمام القبيلة هندية زي ما انتو شايفين طبعا آآ تجار والحاجات اللي معنا ولكن هنا زي ما انتو شايفين نياب الزئب ومخالب الزب موجودين هنا في آآ الصندوق ده والصندوق التاني ورضو اعتقد هنكون في آآ برضو مجموعة هنا يمكن ستة بس من النياب الزئب ولكن كمية كبيرة آآ طبعا دول هنقدر برضو ناخدهم نبدلهم هنا وناخد بدنا ان اصلا احنا معنا لو خدتوا بالكم احنا كان معنا كميات كبيرة من الخواتم والقلدات ولكن اصلا الحاجة اللي معنا قوية يعني زي ما انتو شايفين كده خاتم العاصفة وخاتم العاصفة رويخ خمستاشر وستاشر ومعنا آآ التميمة برضو مستوى عشرة آآ اصلا الروح عنده عمر المجاورات واحد واربعين والحقيبة تسعة وعشرين هو ما صفر النقاط بتاعت الروح النقاط بتاعته كلها المية واتناشر نقطة اللي عنده وحطتهم في السرعة يعني اما نيجي نبص عنده السرعة الاساسيات الاساسية مية واتناشر هو وحطت كل الحاجات بتاعته في السرعة طبعا اي حد عايز يروح يبدل الكلام ده انا ما نصحش ان هو يفضل بسبعين على اقل ارفعهم الى آآ مية وخمسة بفايدة طبعا الحاجات اللي معاك دي هتقدر انك ما ترفعش كتير ولكن خلوهم يوصلهم مية وخمسة بحيث انك تقدر تتحرك براحتك حتى في المنطقة بتاعت آآ آآ بعد السفينة طبعا السفينة هتاخد من عمر ما 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 صلحشت بصوا مجرد مش انهم التسعة وعشرين تسعة وعشرين الموجودين دول بتوع آآ آآ حقيبة ظهر المشيخة آآ لان هي طبعا مستوى عالي آآ خلونا نروح نبص على ايه تاني آآ بتاقي كده احنا يمكن آآ آآ بصنا على كل حاجة خلونا احنا نبص على المدينة تمام المدينة برضو عشان الناس تبقى عارفة هتعمل ايه لما ياخد الحساب آآ من قصة الحاجات المهمة جدا انه هيجي المدينة هنا طبعا التجار موجودين كل حاجة لو حاب بيبدل اي حاجة التجار كلهم موجودين انا مش جاي هنا بصوا على المدينة الشخصية ولكن جاي اقول لكم لو حد هياخد الحساب هيعمل بي ايه طبعا اول حاجة هيخدها لو حد مش عاجبه شكل الشخصية معانيش بقى عمر احنا اسمه هنغير الشكل لان كده كده ده هدية الى حد من آآ المتابعين اللي هيكون حظه حلو وياخد الحساب هيقدر يجي يغير اسمه من هنا ويقدر آآ ييجي آآ يغير كمان الشكل من هنا هيدفع فلوس فضة صحيح ولكن هيقدر يغيره من هنا يغير بقى الاشكال والالوان ويخلي بقى بشنب ضخم كده ويغير طبعا لون البشرة يقدر يغيرها ولون الصعر يقدر يغيره بقى شكلهم مباير خالص ماشي معا لي ده آآ دي برضو من الحاجات المهمة جدا في المدينة الحاجات التانية اللي كنت عايز اقول لكم عليها طبعا في آآ مهمات زي ما تشايفين يعني مسلا آآ المهمات اللي موجودة اللي هو عمر لسه عنهاش لو دخلته هنا في آآ صديق جديد قم ببناء آآ آآ بيت الحيوانات الايفة اخبار مشرقة طبعا ده بتاع المهمة بتاعة آآ الحدث بتاع آآ عيد الربيع وفي عندنا هنا طبعا مهمة تانية وهي من هنا بتاعة آآ هذا ما امر به الطبيب لغير ودي برضو من المهمات ان انت هتبني المقر بتاع الطبيب فدي برضو هنسيبها بقى اللي هياخد الحساب يبتدي يلعب وهيبقى مستمتع مع احساب قوة هو مع اسلحة ومع دروعه مع كل حاجة آآ النصيحة اللي اللي بانصحة لايحد هياخد الحساب انه ييجي ويروح هنا عند آآ آآ الرجل اللي هنا طبعا فيه المهمة كمان بتاع بروديهج كمان المهمة بتاعة المطاط آآ يروح لغوستاف ستين ويشتري كتاب قعدة التدريب ويبتدي يوزع النقط زي ما هو حابب او زي ما هو يفضل تمام هو اومر حطيتهم كلهم في السرعة مستفيد بالمجرورات اللي معايا والحقيبة بتاعة الظهر طبعا آآ جو بيكون هنا فيه مهمة ولكن مش هيقدر تعملها غير لما آآ ترقي آآ بيت الحيوانيات هو طبعا لازم تبنيه وبعدين ترقيه آآ طبعا آآ انا انا من رأي ان اللي روح تبقى في المستوى العالي كده يبقى خليها مية وخمسة بقى سواء كان اللي موجود آآ خلونا نروح نبص نلف كده نتفرج على الاعلان ونلف لفة كده نشوف هل في حاجة سفيد منها نسيبها في الحساب او يلا سمك لا مش سمك يلا آآ هناخد برضو قنبوبة هتبقى موجودة في آآ سندول بريد فبرضو اي حد يبقى يفتحهم ويشوف الحاجات اللي موجودة آآ آخر حاجة هنبص عليها برضو عشان نبقى كملنا كل حاجة المكان بتاع السفينة عشان احنا قلنا برضو ان هو انا مش متأكد زي كان مكمله ولا لأ فقلنا نروح نبص عليه فعلا هو مش مكمله ولكن الحاجة موجودة يمكن هو معاها اجزاء البخرة واحد وتلاتين معاها كمية كبيرة من الفحم معاها كمية كبيرة من صفحة خليل معادل معاها كمية كبيرة من الاسروف عده ما فهمش مشكلة هو بس اللي هيكمله اجزاء البخرة طبعا هيحتاج دهب عشان يكمل هو معهوش دهب كتير يمكن معاها تلاتاشر بس آآ فطبعا اي حد آآ هيحتاج انه يروح الى التاجر وناخد بالنا ان التاجر اصلا هنا آآ دلوقتي كمان يعني احنا في الاول كنا بيبيع واحدة بعدين بقى بيبيع تلاتة آآ التاجر هنا هنشوف التاجر دلوقتي بقى بيبيع خمسة آآ هنا طبعا ده التاجر يعاني ميل بنودز ولكن احنا اللي هيزينه المهرب اللي هو ادم مكوي زي ما انتشافين بيبيع اجزاء البخيرة خمسة من اجزاء البخيرة طبعا نقدر نشتر بعض الوقتي ولكن مش هنشتريهم خلونا كده آآ يعني بصينا بصة كده يمكن الحساب كله والحساب قوي بسم الله ما شاء الله حساب هايل اي حد هياخده هستمتع به انا فكرت ان انا اخده النفسي الصراحة ولكن قلت لا ده هدية وعمر عايزني اديهو الكهدية فهنشوف آآ طبعا المين اللي هياخده الحساب طبعا زي ما قلنا هتحاولوا تشتركوا في الديسكورد وتسيبوا آآ تعليق باسمكو آآ على او باسمكو في الديسكورد على الفيديو ده في التعليقات كده كل واحد يكتب لي اسمه في الديسكورد ويكتب ان هو نفسه ياخد الحساب ولا لا اي حد عايز يكسب في الحساب واحنا ايوم تلاتة وعشرين ان شاء الله هنعمل هنشوف الاسامي الناس اللي علقوا وهنتأكد ان هم موجودين عندنا في الصفحة بتاعت الديسكورد وهنعمل سحب كده هنحاول بقى مش عارف اصوره لكم او هاعلن عنه او هنشوف الفريعة ايه وآآ عمر شكرا مش عارف اشكره ازاي الصراحة على الحساب وعلى اللي اول نقدر نعملها عندنا في القناة زي ما قلنا لكم ششيركم في آآ القناة بتاعت الديسكورد الوصف موجودة في الوصف تحت اللينك دوسوا عليها خشوا عليها واكتبوا لي آآ اسمكو آآ في تحت الفيديو هنا تحت في التعليقات اكتبوا لي اسمكو في الديسكورد واحنا ان شاء الله هننقي واحد من الحسابات اللي موجودين فيه الديسكورد ونعلن الفائز ان شاء الله يوم 23 ابريل فيه وبنسبة العيد وبنسبة تلاف مشترك بنفكركم طبعا بهدافنا قد احنا ان شاء الله هنوصل لنا بس تلاف مشترك عشان نعمل تانية اي حد بيتفرج علينا مش دايس عزران المطابع يدوس عليه ولو انا كده ايه رأيكم مستني تعليقاتكم مستني اسميكو في الديسكورد وكل سلامت طيبين وقناتكو ويجب شنجي مرزولد